اللغة الله سبحانه وتعالى يقول إن أنزلناه قرآنا عربية فلابد أن يفهم بقواعد العربية بقواعد العربية وقواعدها كثيرة هناك النحو، هناك الصرف، هناك فقه اللغة، هناك دلالات الألفاظ حتى الأدب احتاجه العلماء في بعض المواضع عرف العرب كيف كانت العرب تفهم الكلام يعني مثلا أضرب مثلا حينما مثلا يأتي الحديث بنهي عن تصوير النهي عن تصوير ويلعن المصورين هذه ينظر فيها الفقيه ويقول ما معنى تحريم التصوير ما هو التصوير؟ فيعود إلى عرف العرب أثناء التنزيل والشاطبي يقول هذا الكلام فيه كلام جميل جدا يقول تحمل نصوص القرآن والسنة على معهود العرب في الخطاب كيف كان العرب يفهم كلمة تصوير؟ يفهمها مثلا بالشكل معين تجسيم هكذا صناعة التماثيل إذن يحمل الصورة على هذا أما هذه الصورة يقول هذا احتباس ضل ضل قد احتبس في هذا المكان فليس هذا حراما وهكذا مثال آخر حينما مثلا يأتي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مسح على الجور بيني والآن كثير من الناس يحاول أن يأتي بهذا الحديث هنا آفت الاستدلال بالكتاب والسنة دون علم الأصول مسح على الجور بين طبعا الترمذي قال هذا الحديث حسن وصحيح الإمام النووي رحمه الله تعقبه وقال ضعفه سبعة من الحفاظ وعندنا أستاذ الحديث الكبير أستاذ ذكر يقول ضعفه سبعة من الحفاظ لو انفرد واحد منهم لكان أقوى من الترمذي لنفترض أنه صحيح خاصة أنه صح عن بعض الصحابة ما معنى الجور بين يأتي الأصول ويقول الألف واللام هذه للجنس أم للعهد إخوانا ما سمعوا لا بجنس ولا بعهد درسوها فقط في النحو أنه هنا مثلا هذه اللام جنسية هذه عهدية هل الألف واللام هذه للجنس أم للعهد ومسح على الجور بيني الجورب الألف واللام هذه ما معنى جنسية وما معنى عهدية جنسية يعني إذا حذفتها ووضعت مكانها كلمة كل يتسق المعنى مثلا الحمد لله رب العالمين إذا حذفنا ألف واللام وقلنا ماذا الحمد لله كل العالمين يصق إذن جنسية لجميع العهدية خاصة بذلك الموقف فأجد الجورب ينظر الأصول ويقول سبحان الله هذا الحديث مخالف لآية آية المائدة التي ذكرت الأعضاء التي يجب أن تغسل ثم هذا الحديث نعود إلى الجوارب التي كانت أيام الصحابة كيف كانت فأتوا بجورب سيدنا أنس وصل إلى الإمام الأعظم بعض الناس ولاسيرا من يعني من أهل هذا الزمان يقول من أين أتوا بهذا الكلام الجوارب هذه يشترط فيها كذا وكذا أين الدليل؟ الدليل هو الإمام الأعظم مسك جوارب سيدنا أنس وصار ينظر أكتبوا يا جماعة هو كذا يحمل الجوارب وانظروا هذه جوارب أنس أكتبوا الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثالث طيب لماذا قال هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله؟ طبعا على الفرض الكلام أبو حنيفة تراجع في آخر حياته فأجاز المسح بالشروط قال هذه القضية وردت خلافا للقياس ما هو القياس؟ القاعدة العامة المضطردة في شرع الله تعالى القاعدة أنه يجب علي أن أغسل رجلي طب يقال له جاء المسح الخف لماذا أجزته؟ قال حديث الخف تواتر وصل إلى مرحلة التواتر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا قطعيا أنه كان يمسح الخف حتى جعلها بعضهم من شعارات أهل السنة والجماعة لأن الرافضة يرفضون هذا لكن الجورب خبر واحد وفيه ما فيه واحد يصححه وأخذ يضعفه فأنا أرجع إلى الأصل والأصل ماذا؟ إذا ثبت المسح على الجورب فأنظر فيه فهذا من اللغة كذلك وهذه آثة موجودة في بلاد العرب بشكل خاص يأتي إنسان تخصص في اللغة العربية وقرأ فيها وصار أستاذا في الجامعة يحمل دكتوراه في اللغة العربية فظن المسكين أن هذا يؤهله أن يفسر كتاب الله تعالى فجلس يتصدى للتفسير طيب أنت لا تفقه شيئا في علم الأصول يقول لكن أنا هذا لسان عربي وأنا الآن أفسره بلسان العرب يقول الإمام السبكي وهو إمام كبير من كبار علماء الأصول واللغة يقول إن لأهل الشريعة نظرا خاصا في العربية لا يعرفه أهلها درستم يا جماعة درستم نحن صرف وأشكال وألوان والبلاغة هل سمعتم بأن الأمر يقتضي الوجوب أليست هذه قاعدة لغوية الأمر يقتضي الوجوب المطلق يجرع على إطلاقه حتى يرد دليل التقييد كلها قواعد هذه لغوية لكن اختصت بها الأصول فنحن عالم الأصول أخذ من اللغة ما يحتاجه المتشرع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر